تحية طيبة لكم مشاهدين ومستمعين ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج لقاء الذي يأتيكم هذه المرة من العاصمة التونسية ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور منصف المرزوقي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس مرحبا بك دكتور منصف وشكرا لقبول دعوتنا عدت إلى تونس بعد ثورة بعد أربعة أيام من قيام الثورة ونجاحها واستقبلتم حينها بحفاوة كبيرة من قبل الشارع التونسي وحتى حملتم على الأكتاف أينكم أنتم الآن من كل ذلك؟ أنت شخصيا وحزبك؟ أولا السؤال هو أين تونس؟ لأن موقف الآن أو موقف الحزب أو حالة الحزب أو حالته هي من حالة البلاد وحالة البلاد أنت تعرف لتونس الآن عايشة في مرحلة مخاط صعبة تتسم بنوع من الأحباط بنوع من الانشغال حول ثورة مضادة إلى آخره وبطبيعة الحال في تلك الفرح الذي عرفناه كنا بعد رحيل الطاغية الآن للأسف الشديد بدأ ينحسر ولهذا الآن القضية هي أن يحوز الرجل السياسي على ثقة الشعب التونسي وأن تم عمل كبير الآن لتأطير هذا الشعب من الناحية السياسية لحمله عدم الاستسلام لشعور الإحباط لأنه إفهموا أن ثورة ليست زر إلكتروني أو كهربائي تضغط عليه تمر من الظلمات إلى النور وإنما هي مرحلة مخاط صعبة وإن شاء الله سواء أنا شخصيا أو حزب المؤتمر والجمهورية يعني نعيش مع هذا الشعب مرحلة المخاط يعني الفرحة انتهت تلك الفرحة سواء فرحتي أنا برجوع للوطن أو فرحة الشعب والآن بدأ يعني العمل الدؤوب الصعب الذي يتطلب الكثير من الجهد وكثير من الصبر هناك من يقول أنه حينما كنتم معارضين أقوياء للنظام التونسي كانت لديكم شعبية كبيرة لأنكم كنتم يعني شخص من بين قلة قليلة التي تستطيع منافسة النظام والكلام بكل حرية ضد نظام السابق ولكن حينما انفتحت الأوضاع هنا في تونس وأصبح هامش كبير من الحرية الجميع يتكلم هناك من يقول أن شعبيتكم تراجعت شيئا ما وحتى حضوركم الإعلامي تقلصت كثيرا بعد الثورة لا الحضور الإعلامي شيء والشعبية شيء الحضور الإعلامي أنه فعلا أنا لما رجعت يعني وجهت بحصار إعلامي كبير والحمد لله أنه القنوات غير تونسية فتحت لأبوابها للتواصل مع الشعب فيما خص الشعبية أحنا لحد الآن يعني إبانا ديكتاتورية كنا ممنوعين من التواصل مع الشعب يعني كانت التواصل فقط عبر التلفزيونات أو عبر الإنترنت لكن الإنسان التونسي البسيط الموجود في القرى لم نكن نستطيع الوصول إليه لأن نكن محاصرين في بيوتنا وكانت السيارة لا تتحرك إلا ووراها يعني حرس من الداخلية بالعشرات الآن بدأنا نذهب إلى القرى أنا كنت في الذهبة في قصيدة المديوني في ألف معنا ما أقولش ألف يعني في عشرات الأمكنة اللي هي فيها الشعب التونسي العادي البسيط ونحن هنا نتواصل معهم وعلى كل حال الشعبية سنراها في الانتخابات يعني في انتخابات المجلس الانتخابات هي الحاسم هي الحاكم لأنه الآن كل إنسان يستطيع أن يقول ما يشاء وهناك حرب نفسية أنه مثلا هناك حرب يعني جرائد ستكتب أن فلان انتهى سياسيا والآخر كذلك لكن هذه كلها أمور لن نستطيع أن نعرفها إلا عند الانتخابات دكتور منصف تاريخك النضالي في تونس لا يختلف عليه اثنان الجميع تحدث على أنه ناصع ولكن هناك امتعاد من قبل الأطراف كبيرة وأعداد كبيرة من المواطنين التونسيين من المعارضين التونسيين الذين كانوا خارج البلاد وأتوا بعد الثورة وإن كان لا ينطبق كثيرا عليك ذلك لأنك كنت تعود وتذهب خارج تونس الذين عادوا بعد الثورة وكما يقال ركبوا على ظهر الثورة واختطفوها للصالحين لا لا هذا كلام أولا كلام لا يقوله الأغلبية من التونسيين يقوله بعض الأشخاص الذين لا يصرحون أولا إحنا أنا لا تنسى أني عشت في تونس من أواخر السبعينات إلى أواخر التسعينات يعني عشرين سنة في نضاء اليومي مع الدكتاتورية وذهبت إلى السجن وطردت من عملي ونفيت إلى خيري وحتى عندما كنت في المنفى أصررت على أن أعود كل مرة ولم أقبل أبدا بأن أكون لاجئ سياسي بحيث التواصل مع الشعب التونسي لم ينته لكن هناك المشكلة هي أعظم من هذا هناك نوع من عدم الثقة برجال السياسة بصفة عامة وهناك نوع من التخوف من هؤلاء رجال السياسة الذين في أغلب الأحيان للأسف الشديد لا يعطونا القدوة ولا يعطونا المثال بحيث القضية هو أنه كيف السؤال بالنسبة لي هو كيف نحن رجال السياسة نستطيع أن نستعيد ثقة واحترام هذا الشعب الذي تعود على احتقار كل السياسيين واعتبارهم يجرون وراء الكراسي واخد الثقة بالسياسة والسياسيين وهذا نتيجة خمسين سنة يعني الشعب التونسي ماذا رأى كل المبيقات من رجال السياسة وأنهم كذبون ومحترفون وانتهازيون إلى خيره ويصدق بصعوبة أن هناك ناس ضحت ومستعدة لأن تضحي وأنها ضحت بالكراسة وبحياتها الشعب التونسي بدأ يفرز هذا بدأ يعرف هذا لأنه كان مقطوع من الإعلام وإن شاء الله شيئا فشيئا تتكون هناك أولا طبقة سياسية تستأهل الاحترام وهو مسؤولية الطبقة السياسية وأنه شعب التونسي أيضا يستطيع في وقت من الأوقات أن يفرز بين الغرث والسمين كررت كم من مرة موضوع أنكم لم تكنوا تصلون إلى الشعب والمواطن العادي بسبب القيود المفروضة عليكم ولكن هناك صورة أخرى لهذه العملة لعدم صلك من الشارع وهو ما يقال بالنخبوية خطابك شخصيا وخطاب الحزب الذي ترأسه شوف النخبوية نحن نحاول أن نتوجه إلى عقول وقلوب الناس نحن بالنسبة لنا شعب تونسي شعب ذكي ولهذا نحن نتحدث له بخطاب العقل يعني نحن لا نقبل أن نخطبه باللغة بالشعبوية وبالمراهنة على أنه ساذج الأخير هذا يعطي لخطابه ليس بالضرورة الشبوية ولكن الخطاب البسيط غير الأكاديمي الذي يصل إلى سائق التاكسي والمواطن الذي يبيعه في السوق وليس بالضرورة لخارجي الجامعات والدكاترة نحن نتعلم يعني أنا لا أنفي أنه الإنسان يرتكب أخطاء يعني أحن يجب أن نتعلم من شعبنا وشعبنا يتعلم مننا يعني هذه القصة نحن منعنا مثل ما قلت لك بين 20 سنة من دكتاتورية أنه لا نستطيع أن نخاطب الشعب اللي عبر التلفزيون اللي عبر الأنترنت وبالتالي نصل إلى فئة معينة من الشعب الآن والحمد لله وقد أصبحنا نذهب إلى ذهيبة وإلى حزوة على حدو الجنوب وإلى قصيبة المديوني وإلى تالة والقصرين إلى خيره نحن نحتك اليوم بشعبنا ونتعلم منه ونحاول أن نوصل له أيضا إلى أفكار السياسية لكي نوضح له خارطة الطريق ولكي نعيد له الأمل وثيقة في السياسة والسياسيين سنوات طويلة بل وعقود طويلة في المعارضة كما قلت منذ السبعينة وأدتنا ضل داخل وخارج دونس وتصف بالمعارض من الطراز الأول ولكن كل هذا التمرس في المعارضة هل تستطيع أن تخرج من معسكر المعارضة والتمترس داخل المعارضة إن شاءت الظروف وفزتوا في الانتخابات أو تحلفتوا مع حزب وهل لديكم من الخبرة الكافية للقيام بذلك طبعا أولا الخبرة هل كان ابن علي والمجموعات التي دمرت هذا الشعب لم يكنوا ديمقراطيين طيب لكن نحن الآن تمرسنا في هذه 30 سنة في المعارضة في معرفة مشاكل الناس في القدرة على التفاوض في القدرة على قبول الرأي الآخر وهذه هي الخصائص التي يجب أن نبني بها الوطن الجديد نعم نحن حزب حكم نحن نريد الحكم نريد الحكم بطبيعة حال لأننا نعتبر أن هذا هو المدخل الوحيد لتطهير القضاء لتطهير الأمن لتطهير الإدارة لكي نضع الإدارة في خدمة الشعب التونسي مثلا الوسيلة الوحيدة هي الحكم نحن حزب حكم ونحن حزب مسئولية نحن نعتبر أن بعد المجلس تأسيسي ستكون هناك حكومة وحدة وطنية سنشارك فيها إن شاء الله وعندنا برامجنا التي اشتغلت عليها خيرة الشباب وخيرة العقول أكثر من أربعة أشهر نعم نحن حزب للحكم إذن حزب الحكم ولكن الآن حزب المعارضة ومعارضة شرسة كما قلنا قبل قليل يستغرب كل هذه المعارضة شرسة لحكومة مؤقتة كل أشهر وتذهب وتصبح حكومة جديدة لماذا لا توفر كل جهودكم والاجتماعات التي تقومون بها حينما تنصب هناك حكومة تكون رسمية وقوية هذه حكومة مؤقتة لا نحن لسنا معارضة شرسة لأن معارضة شرسة نحن نرفض التواصل مع ابن علي لكن مع سيد وزير لو قبلته مرتين وسنقابله مرات أخرى بالعكس نحن نعتبر أن مسألة تونس الآن هي أنها يجب أن تحافظ على السلم المدني أن تحافظ على الحد الأدنى من الاستقرار حتى يعود الاستثمار إلى خيره ونطالب بالتهدئة إلى خيره لكن عندما نرى أن الحكومة تتصرف بكيفية لا تتماشى مع مصلحة التهدئة مع مصلحة الاستقرار نحن نقول لهذه الحكومة انتبهي تسمية وزير داخلية من العهد القديم اعتبرناها استفزاز والدليل على ذلك أن الشرع لم يهدأ منذ ثلاث أشهر وطالب بإقالة وزير الداخلية إذن هناك قرارات أخذت هذه الحكومة المؤقتة التي هي قرارات غير صائبة طيب ماذا نفعل؟ نجب أن ننبه هذه الحكومة حتى تستطيع أن تصل بالبلاد إلى يوم 23 أكتوبر ثم بعدها تسلم السلطة لمماثلي الشعب وأنا ذاك نضع تونس على السكة دكتور نصف قلت بأنك التقيت مرتين بالوزير الأول التونسي هل طرحت عليه في واحد من تلك اللقاءات موضوع المسؤولين الفاسدين في النظام السابق الذين استطاعوا أن يهربوا من وجه العدالة والمحاكمة في تونس بعد الثورة؟ سنقول له هذا الكلام لكن هو يعرف كل هذا المشكلة في تونس أن الشعب التونسي رضي بأشلاء الدولة القديمة لأن هذا هو الحل الوحيد لتواصل هذه الدولة قبلنا بأشلاء دولة حتى تتواصل الدولة على أمل أنه في 24 جوليا تقع تسليم السلطة لممثلي الشعب الفترة الانتقالية دامت أكثر من ما يتطلبه الوضع هو في الواقع كان من المفروض أنه في 14 جنف تصير عننا حكومة وحدة وطنية وتمسح كل هذا لكن لأسباب متداخلة لم يكن ذلك ممكن إذن نحن قبلنا بهذه الفترة الانتقالية يجب أن لا تطول ويجب أن نبدأ بالتأسيس في أسرع وقت حتى نضمن الاستقرار والاستثمار وعودة التونسيين إلى العمل وعودة الأمل وعودة بهجة الحياة طيب إذا طويت هذا الملف وفتحنا ملف آخر وهو ملف توافقاتكم السياسية كيف تسويغون هذا التقارب السياسي بينكم وبين حركة النهضة والمعروف للجميع توجهاتكم الأديولوجية المختلفة أنتم في حزبكم توجه لبرالي معروف والنهضة طبعا حزب إسلامي لا يخفى على أحد ذلك كيف تسويغون الموضوع؟ أولا هذه كلمة حقا أرود بها باطل هذه التهمة نتهم بها طول الوقت أنا أقول مثلا لم يسألوني بعض الناس هل لكم تحالف مع النهضة؟ أقول ليس لنا تحالف مع النهضة تقارب هناك تقارب شكرا سيد المنصف مرزوقي لكن لماذا لا عندكم تحالف مع النهضة؟ أصبحت هناك كأنها حملة مدبرة ضد المؤتمر المجمهورية لتظهره كأنه ذيل من أذيال النهضة وهذا غير صحيح مؤتمر المجمهورية لدينا خلافات سياسية مثلا مع حزب النهضة وهم أصدقائنا ونحترمهم مثل ما نحترموا أصدقائنا في الحزب العمال الشيوعي لأنهم كانوا أيضا من يعني إحنا تقسيمنا لبن هي الأحزاب التي ناضلت ضد بن علي بكل قوة وبكل شراسة وبكل عامل بغض النظر عن تفكيرها وأيديولوجيتها بغض النظر ولهذا عنا علاقة طيبة جدا مع حزب العمال الشيوعي رغم اختلافنا معه ويديولوجيين وعنا علاقة طيبة مع حزب النهضة رغم اختلافاتنا معه ويديولوجيين نقاط التلاقي بينكم وبين نهضة كيف تلخصها فيما تراها؟ شوف هو نقطة التلاقي فقط النضال؟ فقط نقطة النضال الطويل بينكم؟ لا لا هذه النقطة السابقة لكن الآن المهم بالنسبة لنا هو بناء الدولة المدنية هو بناء الجمهورية وبناء النظام الديمقراطي كل الأطراف التي تتقابل من أجل هذه المصلحة نحن معها إذن نحن معناش إشكال ما لهم تصور معين ولكم تصور معين أنتم لبراليون وهم يتحدثون عن الدولة الدينية ربما قد تكون إشعاء ولكن هذا ما يطرح ويتحدثون عن العودة إلى التشريع الإسلامي وتعدد الزوجات هذا سنرفضه مطلقا نحن حزب مدني نؤمن بأن مستقبل تونس هو في المساواة بين المرأة والرجل في الديمقراطية الحقيقية في القوانين الوضعية في الدولة المدنية ولهذا نقول لك نحن عندنا اختلافات حقيقية مع حزب النهضة لكن ضرورة الكفاح مع بعض قربتنا في ذلك الوقت لكن هناك اليوم خلافات بينها وبينها مثلا في قضية التمويل نحن مثلا نعتبر أنه هناك شبهة في قضية التمويل من جملة الحزب الأخرى وهناك خاصية تتميز بحركة النهضة وهي الدمج بين العمل الخيري نقطة التمويل هي ملف سوف أفتحه بعد قليل ولكن حتى نبقى في التقارب بينكم وبينهم هناك تساؤل بعد الانتخابات لنقول مثلا لم تحققوا الأغلبية ولم يحققوا الأغلبية في النهضة هل هذا التقارب وربما التحالف المحتمل قد يشكل حكومة مستقبلية نتوقع طبعا يعني أنا عندي قناعة أن طريقة الاقتراع لن تسمح لأي حزب أن تكون الأغلبية وبالتالي حكومة اتلافية لابد أن تكون حكومة اتلافية ستكون مع من وستكون على قاعدها احنا عنا برنامجنا اللي هو بناء الدولة المدنية اللي هو الاقتصاد الحر لكن بتوجيه من الدولة اللي هو مراجعة قضية المديونية لكن في هذه الحالة الحكومة ستكون عجاب لأنها مكونة من ايديولوجيتين مختلفتين المهم أنه أنا أو أنت نمكن أن نكون مختلفين في الايديولوجيا لكن ممكن أن نختلف أن نتفق في قضية تحلية مياه البحر هناك جملة من المشاكل اليوم اللي هي مشاكل تقنية التصحر تحلية مياه البحر الطاقة الشمسية التنمية الجهوية هذه هي المشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها تونسيين يعني يمكن أن نتفاهم عليها بغض النظر عن ما رأيك أنت في الدين أو ما رأيي أنا في الدولة والدين يعني أفكارنا السياسية والفلسفية نتركها ونناقشها في الجامعة لكن في ميدان السياسة يمكن أن نتفق إذا استطعنا أن نتفق مثلا إحنا وحزب التكتل أو حزب الثلاثة أربع حزاب التي تشكل الوسط بين المتطرفين اللائكين الفرانكوفونين المتشددين وبين المتشددين الإسلاميين الذين يحلمون بالخلافة إذا كان طبقة سياسية وسطية تتفق على الدولة المدنية تتفق إلى خريق فالما لا طيب نقطة أخرى تطرح والوقت يداهمون حتى نختصر الأمور مسألة تمويل الأحزاب السياسية التونسية مؤخرا تم إقرار قانون تمويل الأحزاب هل أنت راض على صيغة القانون ولماذا كل هذا الكفاح من أجل منع الأحزاب من الحصول على الأموال من الخارج؟ يا سيد الكريم الآن هناك أحزاب أصبح تتصرف كأنها شركات سياسية يعني ملايين الدينارات فجأة بينما الشعب التونسي يتخبط في الفقر من أين جات هذه الملايين الدينارات؟ طبعا لا يمكن أن تأتي إلا من رجال أعمال من يصدق أن رجال الأعمال يستثمرون في أحزاب ديمقراطية لسواد عينهم مواضح أنهم يستثمرون فيها حتى هذه الأحزاب تضمن مصالحهم إذن بدأ أفساد الديمقراطية من القاعدة الأولى هذه هي الكارثة التي لا نريدها إذن من الضروري أن هذه الأحزاب تدخل أن تمويل الخارجي خيانة سياسية لمن يتلقاه؟ طبعا أنا أفرق بين تمويل الخارجي مثلا لجمعية حقوق إنسان هذه ممكن أنها غلطة أحزاب سياسية؟ أحزاب سياسية؟ طبعا أنت كحزب سياسي وطني مطالب بالدفاع عن استقلال تونس هنا أيضا من يتصور أن هناك عنصر خارجي سيعطي أموال لحزب تونسي دون أن يكون هناك مقايضة بالمقابل يعني من يقول لنا أنه أخذ فلوس بدون شروط يضحك على ذكاء الناس كل ناس تعلم أنه إذا كان من الخارج يعطيك مال فهو الارتهان للمصالح الخارجية وهذه خيانة عظمة وفي الداخل رجال الأعمال الذي يعطونك المال فهو أيضا لتحقق مصالحهم سوف أطرح لك ما سمعته في الشارع التونسي البعض يقول أنكم تقيمون في حزبكم كل هذه الضجة على تمويل الخارجي فقط لأنكم لم تستطعوا الحصول على تمويل خارجي وكأنكم تحصدون أو تغيرون الأحزاب الأخرى عيب 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 أنا أقول لك أن نعطيك أنه تصلنا بالعديد من العروض ورفضناها كلها من الداخل ومن الخارج إذا تستطيعون ولكن ترفضون نعم نرفضون لأن ذلك خيانة سياسية نعم نرفضون لأنه نعتبر أنه تموص بكرامة التونس وبكرامة التونسيين وهذا إفساد للعملية السياسية وإفساد للحلم الديمقراطي يا خيبة المسعى لو كل الشهداء ماتوا لنمر من فساد الدكتاتورية إلى فساد الديمقراطية في نفس موضوع على تمويل السياسي أو المال السياسي عفوا موضوع على الإعلانات السياسية في عدد من الدول الديمقراطية هناك إعلان سياسي للحزب الحاكمة أو المعارضة يعني مثلا في بريطانيا على سبيل المثال المحافظون يحطون لافتات في الشارع يعلنون عن برامجهم وحتى في بعض المرات يحذرون من الحزب المنافس ما المشكلة؟ يا سيد الكريم هناك مشكلة أنا بالنسبة لي الحزب يجب أن يعرف بنفسه بماضيه بنضاله بأفكاره ببرامجه لكن عندما يلجأ إلى أسليب التي هي أسليب التجارة يا خي أنت تعرف أن الإشهار هو مجعول لكي يعني يتعامل مع العقل الباطني ولكي يجبر الإنسان يتحايل عليه على نفسيته حتى يجعله يأخذ الموقف الذي هو في صالح البائع وليس في الضرورة في صالح المشتري لهذا هو الإشهار موجود يعني نحن لا نقوم بإشهار للماء أو للهواء النقي لأن الناس كلها تعرف مصلحتها لكن نقوم بالإشهار للأشياء لنعرف اللي هي بالأساس في مصلحة البائع أكثر مما هي في مصلحة المشتري إذن السياسة لا يمكن أن تكون بهذه الكيفية إذن ترىها مسألة تجارية وليس مقاولة سياسية طبعا أنا نسميها مقاولة سياسية الآن قضية هي أن تونس لا تحترم السياسة والسياسين أنا لا أمكن أن أحترم رجل سياسي في من يحاول إيبيع للإشهار يعني حتى الرجل العادي يستمج هذا بينما نحن نريد لهذه الديمقراطية أن تبنى على الاحترام واضح تصورك للنظام السياسي التونسي بعد الانتخابة والمجلس الوطني التأسيسي هل تفضل أن يكون رئاسيا أو برامانيا ما الأفضل؟ المهم أن يكون أحسن نظام ممكن يقين من عودة الاستبداد بغض نظر عن الشكل؟ الشكل ليس مهما القضية الأساسية هو أن نجب وأن نحمي الأجيال المقبلة من عودة الاستبداد الاستبداد المتمثل في أن الحكم يكون في يد شخص سواء كان هذا الشخص الوزير الأول أو رئيس الجمهورية نفس الشيء أنا أذكر أن بورييم كان رئيس حكومة في نظام برلماني في السنوات الأولى ثم انقلب وأصبح ديكتاتورا أنه هتلر في نظام برلماني لخير قضية ليست برلماني أو رئيسي القضية هو أن نجب أن نختلق أو صورة جديدة لنظام سياسي يمنع أي وجود كل سلطات في يد سواء رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية يعني يعطي للشعب كل القدرة لقضية أهم قضية في بلادنا هي الفساد يعني يجب أن يكون هناك دستوريا شكل من أشكال مراقبة الفساد في شكل مثلا لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الفساد تستطيع أن تحاكم رئيس الجمهورية أو أن تحيله يعني إذا استطعنا أن نحارب الفساد ونضع آليات وهذا يجب أن يكون في الدستور لأننا سنقيم نعود في الاستبداد نسبة تسجل في المشاركة في الانتخابات نسبة تسجل المواطنين في المشاركة في الانتخابات لوحظ أنها متدنية في الفترة الأخيرة هل يبعث إشارة إلى أن وكأن الثورة كانت ليس منها من طائل وأن دماء القتلى وما يسمون بشهداء هنا في تونس ذهبت هباء نعم هذا أخطر إشارة أنا بالنسبة لي أخطر إشارة بعثها الشعب التونسي هي يعني عدم تسرعه للتسجيل لأن هذا علامة أنه لا يثق في هذه الحكومة أنه يتصور أنها تتلعب الانتخابات وأن الانتخابات ستكون مزيفة لا يثق في الحزاب السياسية لأنه يراها تقوم بهذه الإشارات ويعتبر أنها تسخر من ذكائه وما كذا وربما حتى لا يثق في نفسه أو أنه فقد الأمل ولهذا اليوم الشهرين الباقين هي ضرورة أنه تجند كل الناس لإعادة الأمل لهذا الشعب حتى يؤمن ويعتقد أنه فعلا قادر على تغيير هذه مسؤولية الدولة أنها الآن تكف عن التلاعب بمشاعر المواطنين أو استفزازهم عبر وجود وزير داخلية مكروه أو عبر وزير عدل منبوذ يعني يجب أن تعيد الأمل للشعب عبر والطبقة السياسية يجب أن تكف عن هذا الإشهار وأن تكشف عن أوراقها السياسية وأن ترتفع بخطابها السياسي أنا ذاك الشعب ستعود له الثقاء أكثر منصف إن طلبتم أن تعطينا تصورا لحضوظ حزبك أو موقف حزبكم بعد الانتخابات المقبلة أين تضعون أنفسكم؟ وهل تعلمون أينكم بالتحديد؟ نعم نحن نسعى لأن نكون حزب له وجود في كل الجمهورية نحن نتمنى أن الشعب يصوت لنا بكثافة نحن نتمنى أن نكون في المجلس الوطني التأسيسي أنا ذاك سنشارك في حكومة الوحدة الوطنية أنا ذاك سنطلب من حكومة الوحدة الوطنية أنها تأتي بما نسميه المؤتمر الوطنية أي أن نعم المؤتمر الوطني للتشغيل للصحة لكذا تأتي فيه الأحزاب الكبرى ببرامجها ثم نخطط جميعا للبرنامج الوطني للتشغيل البرنامج الوطني للصحة مرة أخرى أطرح عليك السؤال مستعدون للمشاركة في الحكومة طبعا نحن حزب نريد يعني الآن بعد أن دمرنا ساهمنا في تدمير الدكتاتورية نحن نريد بناء الديمقراطية هل نتوقع أن نراك وزيرا أول لتونس والله القضية الأساسية هي ما سيقرره الشعب وأنت راضي إن قرر شعب ذلك أنا في خدمة هذا الشعب المهم أن شعب تونسي يذهب للانتخابات لأنه نجاح مش نجاح المرزوكة ونجاح المؤتمر والجمهورية نجاح سيكون الشعب التونسي إذا الشعب التونسي ذهب بأكثرية ساحقة وإذا الشعب التونسي انتخب ولم يوزع أصواته وإذا أحسن الفرز بين أحزاب الإشهارية هذا الشعب التونسي سيكون نجاح أنا ذاك نحن سنكون يعني إن شاء الله على أهبة الاستعداد القول الفصل للشارع التونسي القول الفصل للشعب التونسي نعم شكرا جزيلا لك دكتور منصف المرزوقي الأمين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس شكرا لكم أيضا المشاهدين ومستمعين في هذه الحلقة التي جاءتكم من العاصمة التونسية ألقاكم في حلقة مقبلة شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء